معارك هي الأعنف على تخوم مدينة مأرب بين قوات صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي وحزب الإصلاح المسنودة من التحالف السعودية معارك تتصاعد على وقع تقدم قوات صنعاء واقترابها من معسكر تداوين مقر القوات السعودية رغم كثافة النيران الجوية من مقاتلات التحالف السعودية تقط الكثير من معسكرات الإدوان في كل ثيرة من الجبهات وهناك الكثير من القتلى والأسرى والمعدات العسكرية التي حصل عليها الجيش والجال الشعبية ونؤكد بأن محافظة ماربع أو شاكت على تحريرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات هادي والإصلاح والتحالف السعودية بنيران قوات صنعاء بينهم قادة قبليون وآخرون في تنظيم القاعدة فيما أعلنت الاستخبارات العسكرية لصنعاء تحييد وتجنيد الكثير من أفراد وضباط التحالف في مأرب مع تحرك لجنة الاتصال والتواصل التابعة لوزارة الدفاع في صنعاء لبحث آلية حسم معركة مأرب باستخدام كل الوسائل المشروعة كما قال رئيس الاستخبارات العسكرية أبو علي الحاكم لضرب ما تبقى من قدرات الأعداء على حد قوله هذه الجنة الاتصال والتواصل لها أهمية كبيرة في الحفاظ على الإنسان كما تكلم سيادة العميد أن الحفاظ على الإنسان وتحرير الإنسان هو أهم من تحرير الأرض وهناك الكثير من المخدوعين الذين موجودين في محافظة مأرب وكذلك المخدوعين في شريط الحدود والساحة القربي وأنما التركيز في هذه الأيام بالذات على أبناء محافظة مأرب والمخدوعين في مأرب اتفاقات قبلية موازية أبرمتها قوات صنعاء مع مشايخ قبائل في مأرب تسمح بمرور قوات الجيش واللجان وتجنب مناطقهم القتال ميدانيا وعسكريا واستخباريا تخوض صنعاء معركتها الأكبر والأهم معركة صدر قرارها رسميا ولن تتوقف عند تخوم مدينة مأرب كما يبدو أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين